بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أحد الأخوة من محافظتي البصرة يقول كنت في الجيش العراقي وهذا الحديث قبل خمس سنوات ولم أكن متزوجا وحاولت قدر الإمكان بعد الزواج أن أنتقل إلى مكان آخر في الجيش يكون قريبا من محافظتي وقريبا على أهلي إلى غير ذلك ولكن المشكلة بأنه أحد الأشخاص كان يمانع منعا عجيبا وكلما حاولت أن أقدم طلب في نقلي إلى مثلا المكان الفلاني ويوجد هناك بديل يحاول أن يضيع الكتاب أو يهمش على الكتاب بطريقة يجعل المسؤول القائد إلى غير ذلك لا يوافق فماذا أفعل؟ زاد الهم في قلبي وضقت ذرعا في كثير من الأحيان كنت أريدا أدعو عليه فلا أدعو عليه أسكت وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في محافظة البصرة هناك سيد جليل من جيراننا كما يقول في يوم من الأيام رآني وسلم علي ولكن الحزن قد خيم على وجهي كما يخيم الليل على وجه الأرض فقال ما لي أراك بهذه الصورة حزين جدا فقلت له أنا في المكان الفلاني وأصبح مكاني بعيد جدا عن أهلي وزوجتي وأنا تزوجت حديثا ولذلك أتمنى له أن تقل إلى مكان قريب ولكن فلان يمنع ذلك منعا باتا دائما يحاول أن يعرقل الموضوع فقال له هذا الرجل السيد الجليل قال ما عليك إلا أن تصلي على محمد وآل محمد في اليوم والليلة ألف مرة فالصلاة على محمد وآل محمد تفرج الهم وتكشف الغم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وتقضي الحاجات فقلت له قلت له أنت يا سيد كم تصلي على محمد وآل محمد قال أنا أصلي على محمد وآل محمد يوميا ألف مرة فقلت له هل وجدت ثمرة لصلاتك هذه الكثيرة على محمد وآل محمد أنت تقول يوميا على طوال حياتك تصلي على محمد وآل محمد في اليوم والليلة ألف مرة هل وجدت ثمرة هل وجدت ثمرة فقال له السيد والله إني أصلي على محمد وآل محمد وأطلب قضاء حاجتي فلا تغرب علي شمس نهاري إلا وهي مقضية بإذن الله تعالى وببركة الصلاة على محمد وآل محمد يقول هذا الشاب بعد هذه الكلمات المطمئنة للقلب ماذا فعلت بدأت أصلي على محمد وآل محمد وأخبرت زوجتي أيضا أن تصلي على محمد وآل محمد مرت أيام الإجازة التي أنا أنزل فيها لأهلي وبعد ذلك رجعت إلى مكاني في الجيش إلى المكان الفلاني وإذا بي بمجرد أن أصل هناك جاء أحد الأصدقاء وأخبرني وقال لي سبحان الله فلان الذي كان يعرقل عليك العمل إلى غير ذلك الآن هو في السجن فقلت له كيف قال لقد اكتشفوا اكتشفوا بأنه يأخذ رشوة من بعض الجنود لكي ينزل فلان ويبقي فلان إلى غير ذلك اكتشفوه بأنه يأخذ رشوة ويضغط عليهم ويجبرهم على ذلك فقلت سبحان الله قدمت الكتاب بعد يومين وبحمد الله عز وجل الرجل الذي وضعوه في مكانه كان رجلا طيبا يراع الظروف إلى غير ذلك وقال لا بس مدام هناك بديل فأكيد القائد وحتما سوف لن يمانع وأجريت القضية بأسهل وأسرع صورة يقول من ذاك اليوم منذ ذلك اليوم ما أقدمت على أمر في حياتي فاستبقته بالصلاة على محمد وآل محمد ألف مرة إلا وكان موفقا وميسرا ومصحوبا برضى عجيب وقضاها الحاجة عجيب يعني أرضى عليها رضا سبحان الله فوق ما كنت أتصور وصراحة ما استوحشت يوما من مشكلة كبيرة شعرت بأنها لا حل لها أشعر بأني لوحدي أستوحش ثم أصلي على محمد وآل محمد ألف مرة إلا واستأنست إلا وشعرت بأنفاس النبي صلى الله عليه وآله معي ويساعدني في قضاء حاجتي ما ضاق صدري يوما بأمر ثم صليت على محمد وآل محمد ألف مرة إلا واطمأنت نفسي وعلمت بأن حاجتي مقضية لا محالة وهذا الهم والغمزاء لا محالة ويكون ذلك الصلاة على محمد وآل محمد هي عبارة هي عبارة على أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يرافقونك فيما أردت حتى تنقض حاجتك عندما تصلي على محمد وآل محمد فأنت تستغيث بهم وتطلب نجدتهم ومعونتهم فعندما تصلي على محمد وآل محمد وكأنما محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فورا يرافقونك يمشون معك يسيرون معك إلى حاجتك التي تريدها وتنقض على أيديهم الشريفة نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يوفقنا لكثرة الصلاة على محمد وآل محمد وخصوصا نحن نعيش أيام لادة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وكذلك زعيم مذهبنا الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه فنسأل الله أليكثار من هذه الصلاة التي كما جاء في الرواية يعني في رواية النبي صلى الله عليه وآله من أعلى صوته علي بالصلاة على محمد وآل محمد من أعلى صوته بالصلاة على محمد وآل محمد لم يكتب عليه ذنب لثلاثة أيام القصد ليس الذنب المتعمد الذي أنت ترتكبه عمدا وإنما هذه الذنوب التي تأتي بشكل عارض مثلا ليس من أخلاقك أن تكون عصبي فجأة صرت عصبي ليس من أخلاقك أن تشتم فجأة شتمت فلان ليس من أخلاقك أن تضرب أحدا ضربت فلان ليس هذا الضرب المميت وإلى غير ذاك أنت تفعل شيء ليس من أخلاقك وتندم وتقول سبحان الله كيف فعل ذلك فالله سبحانه وتعالى يغفر لك أما الذنوب المتعمدة والأخلاق السيئة التي أنت يعني تتعمد عليها لا هذا يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى تنقية النفس وإلى تطهير النفس وتجذيب وتهذيب النفس نحن نتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وآله من أعلى صوته في الصلاة عليه فإن الله يغفر له لا يكتب عليه ذنب لثلاثة أيام الذنوب التي هي غير متعمدة لم تنوي عليها أبدا لم تكن عن سبق إصرار وترصد لا لا أبدا وإنما عارضة والله سبحانه وتعالى يغفر للذين لا يتعمدون ذلك أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه المعاني وأيامكم سعيدة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام